وجودنا في هذه الحياة ليس عبثاً خلقت لتضع أنت أيضاً بصمتك لتنمو وتنضج وتدرك أن رحلتك لا تقاس بالأيام والسنين ولكن بالوعي والعطاء وقتها فقط يمكن أن تقول للعالم أنا موجود مع ميستر الحياة الدكتور حسن المزين سنرفع شعار كل ما يحصل لك في هذه الحياة يحصل لأجلك المرأة لا يمكن نتكلم من قلب الحياة من غير ما نتكلم عن المرأة القلب ارتباطه دائماً بالمشاعر والحبر والرومانسية والحنان والعطاء ودائماً هذا برجعنا للمرأة بس أنا عندي سؤال في الحلقة هاي ما معنى كلمة امرأة؟ ماذا تمثل لك الامرأة؟ سواء كنت رجل أو امرأة ما هي المرأة؟ الجواب الطبيعي اللي ممكن كل الناس دائماً تلجأ له أنه المرأة نصف المجتمع وترب النصف الآخر وهي كائن جميل ومعطاء وحنان والأم والأخت وكل الكلام اللي دائماً بنسمعه اللي صار زي كلاشيهات مسموع دائماً لكن لماذا هناك دائماً عرض لفكرة المرأة القوية المرأة المستقلة وشعوب شاغر نفسها إنها تروح لشعوب أخرى وتنقذ المرأة عندهم؟ يجب تحرير المرأة؟ يجب تقوية المرأة؟ يجب 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 سؤال هل المرأة ضعيفة ولا قوية؟ وما هي نقاط قوة المرأة؟ وما هي نقاط ضعفها؟ هل أنت كامرأة فاهمة نقاط قوتك وضعفك؟ هل أنت كائن محترمة كينونتك وحاسة أنك أنت كثير مميزة لأنك امرأة؟ وللحد الآن فيه هالنظرة اللي موجودة داخل كثير من الناس؟ ياريتني كنت رجلي للأسف الشديد الشعوب اللي نادت بتحرير المرأة وإعطاء المرأة حقوقها هي شعوب دمرت المرأة وعرضتها كسلع وبالغت وذهبت من تطرف إلى تطرف من زاوية إلى زاوية أخرى من عدم وجود حقوق للمرأة نهائيا إلى المتاجرة بالمرأة وجعلها هي نفسها بدون حقوق بس بمزاجها كلمة الحقوق لما تسمع هذه الكلمة فاعلم يقينا أن حقوقك هي الأشياء التي تلزم لاكتمال هويتك فإذا كنت أنا رجل فمن حقي أني أعبر عن صوتي عن رأيي من حقي أني أعمل أشتغل أجتهد أطلع أجد أتزوج أصرف على أولادي أحس بالأمان وأحمي عيلتي لكن إذا كنت امرأة ما هي حقوقك؟ من حقك أنك تكوني ضعيفة من حقك أنك تكوني محمية أنك تكوني مصانة أنك ما تتبهدلي وانت قاعد برا عم تلفي وبتدوري على لقمة عيش وعلى 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 وتكوني فريسة للي رايح ولي جاي نحن مشكلتنا أنه دائما بدل من جرم المجرم من جرم الضحية ومن اتهمها أنه هي السبب اللي خلت المجرم يفكر بجريمته ولذلك تحرش الجنسي أول كلمة بتسمعها أنه والله ما هي السبب إيش اللي جابها في هذا الشارع إيش اللي طلعها من بيتها إيش وإيش وإيش ومننسى أنه أعلى نسب تحرش في العالم في الأماكن اللي المرأة فيه الأكثر تخباية وأكثر جلوساً في المنزل وأكثر احتشاماً من وجهة نظر خارجية من حيث اللبس وطريقة المشي وطريقة التعامل معها لكن للأسف كل هاي اللبس والعادات والتقاليد والشغلات اللي إحنا نلزمها بالدين كل آياتها لم تحمي المرأة من التحرش إذن وين المشكلة؟ المشكلة في فهم المرأة وإحترام كينونتها من المرأة أولاً قبل الرجل مشكلة الشعوب اللي المرأة فيها تعاني مشكلتها مشكلة وعي جمعي ليس فقط عند الرجل ولا عند الذكر ولكن عند المرأة والأنثى لأن مرات المرأة في محاولتها للوصول إلى حقوقها تنهي طاقتها الأنثوية وتصبح أكثر رجولة وتصبح أكثر ذكورة تصبح عندها طاقة الذكورة عالية ولذلك في النهاية تصبح مثال سيء بيجي إنسان بيحكي لك هاي مش مرأة هاي رجال وأنا يا ما سمعت في استشارات دكتور أنا مرتي في البيت ما هياش مرأة هي رجال أنا حاس حالي بتجوز رجال هذا الموضوع هو اللي بيخلي أو اللي بيسببه وعي جمعي وخطأ من مجتمع بأكمله لم يحترم أحد المرأة كما احترمتها الأديان وقدرتها وعطتها حقها بالتساوي مع الرجل لكن هاي المساواة ليست إشارة يساوي هاي المساواة هي احترام لحقوق المرأة وهي الأشياء التي تلزم للإحساس بكينونتها مش أنه لازم تلعب كرة قدم زي الرجل ولازم تطلع تشتغل كل الشغلات اللي بيعملها الرجل لا إلها احترامها الخاص بناء على قدراتها وما يلزمها لتحقيق هويتها كامرأة في علم الطاقة بيحكوا على اليين واليانج وبيحكوا أنه طاقة ذكورة وطاقة أنوثة المرأة حتى تصل إلى التوازن لازم تكون 70% إلى 80% أنوثة كطاقة و20% إلى 30% طاقة ذكورة والرجل بالعكس ما يحصل في مجتمعاتنا المرأة لما تخرج في مجتمع وبتحس أن حقوقها ضايعة بس لأنها امرأة بتحاول أنها تسعى أنها تصير مثل الرجل فبتقلل من طاقة الأنوثة وبترفع من طاقة الذكورة للأسف هذا الموضوع حتى لو جابلها حقها في وقت معين بيأثر على كيانها وكينونتها لأنها ما انخلقت عشان تكون بهذا التوازن انخلقت عشان تكون متوازنة وتكون طاقة الأنوثة أعلى عندها وبالجهة المقابلة لو المرأة طاقة الأنوثة كانت عندها طاغية 100% فأيضا هذا بعيد عن التوازن وبيخليها إنسانة دلوعة ماسخة مش عارفة تتعامل في الحياة وكل الناس بتطلعوا عليها على أنه هي إنسانة ما إلها أي دور في الحياة وهذا للأسف هو لما بيخدم قضية المرأة عندما فقد التوازن ما بين طاقة الذكورة والأنوثة عند المرأة وطاقة الأنوثة والذكورة عند الرجل حصل اختلال كبير فأصبح الرجل يعيش مع امرأة ليست امرأة مكتملة بطاقتها وهي تعيش مع رجل ليس رجل مكتمل بتوازن الطاقي وبالتالي هو بده يعوض وهي بدها تعوض فبتلاقي هي صارت أقرب لرجل أو هو صار رجل قاسي جدا أو أقرب لأنه تكون صفاته الأنثوية عالي جدا حساس وسلبي وجالس في البيت وما بده يتحرك وما بتدخل لما أهله يهجموا عليها أو يتكلموا عليها سلبي بكل ما تعني الكلمة من معنى كثير في برامجة تدريبية بنعلم الناس ومنخليهم يعملوا تست يفحصوا قديش عندك طاقة ذكورة وقديش عندك طاقة أنوثة والموضوع بتم عن طريق صفات معينة بتشوف انت كمية الصفات اللي موجودة عندك واللي بتشكل اليين أو بتشكل اليانج إنسالي اليين وإنسالي اليانج الموضوع مش موضوع أسماء الموضوع مش موضوع ذكر وأنثى الموضوع موضوع توازن لأن ربنا لما خلقنا خلقنا وخلق فينا التناقضات زي ما منحب منكره زي ما منعصب منهدى زي ما منفرح منزعل وبالتالي لازم يكون في عنا توازن لكن الرجل لازم يكون 80% طاقة ذكورة 20% طاقة أنوثة والمرأة 80% طاقة أنوثة و20% طاقة ذكورة والصفات الجسدية لكل منهما مناسبة لهذا التوازن لذلك كثير أنا دائما بنصح الناس أنه لازم تعي وتفهم صفاتها حتى توصل للتوازن وهذا التوازن بيمنع الانهيارات العصبية والشعور الدائم بأني ضحية وأن المجتمع كله ضدي وأنه أنا مش مميزة ويا ريتني رجل وكل هالكلام المحصلة المرأة جزء أساسي من المجتمع نصف المجتمع وهذا نحن ما اتفقين عليه شئة أم أبيت هي نصف أساسي من المجتمع لكن رسالتنا اليوم من قلب الحياة من المشاكل اللي أنا بشوفها وتجيني يوميا عليك يا امرأة أن تكتشفي أن أجمل ما في قوتك هو ضعفك الضعف هو اللي يحرك مشاعر الرجل الرجل الحقيقي نحن لا نتكلم عن الاستثناءات أي رجل يتحرك عندما يرى المرأة تعيش كامل طاقتها الأنوثية وتوازنها مع الطاقة الرجلية لا يوجد رجل عظيم من غير امرأة وهذه الامرأة هي امرأة تحملت صبرت احتوت أعطت عاطفة وسترت بيته وسترت عرضه وفي نفس الوقت كانت بالنسبة له سند وأعطته قوة أنه يندفع للأمام هذا الكلام مش رومانسي ولا كلام عاطفي هذا الكلام موجود في الحياة بشكل كبير عندما تتوازن المرأة طبيعي أن الرجل مع الفترة يتوازن وعندما يتوازن الرجل طبيعي أنه مع فترة المرأة أيضا تتوازن الموضوع بحاجة لوقت وصبر وفهم وإدراك ووعي ودائما نحن منحكي خلقنا لنتعلم فنتأقلم لم نخلق لنتألم تحية لكل امرأة وعلى رأسهم أمي الله يرحمها كنتم مع مايستر الحياة قد دكتور حسن المزيد تابعونا على حساباتنا بمواقع التواصل الاجتماعي سؤالني بالغاية ترجمة نانسي قنقر